تونس نشرة الأخبار السابع صباحا بتوقيت تونس التاسع صباحا بتوقيت القدس المحتلة نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية أهلا بكم رئيس الجمهورية قيسس عيد يشدد على ضرورة حماية المؤسسة التربوية وحماية التلاميذ داخلها وفي محيطها جلسة عامة بالبرلمان في دورة استثنائية يوم الجمعة القادم للنظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات وبالاستفتاء تونس تستضيف اليوم وغدا الدورة الأولى من المنتدى المتوسطي لإزالة الكربون وفي العالم ارتفع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى حوالي خمسمائة شهيد وأكثر من ألف وستمائة جريح وفرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الأوضاع في لبنان كانت هذه عنوين النشرة وإليكم الأنباء بالتفصيل شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس رئيس الحكومة كمال المدوري على ضرورة أن تكون الوثيقة المتعلقة بالتواجوات الكبرى للتنمية وثيقة تقطع مع الماضي لا في مستوى تسميتها فحسب بل في محتواها على وجه الخصوص مؤكدا أن تونس في حاجة إلى أفكار ومفاهيم جديدة كما تطرق رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع إلى مشروع النص المتعلق بالصفقات العمومية في المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية مؤكدا أن التشريع الحالي تجاوزه التاريخ وتضررت منه المجموعة الوطنية ومثل مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 منوال التنمية محور مجلس وزاري انعقد أمس بإشراف رئيس الحكومة كمال المدوري الذي أكد ضرورة وضع منوال تنمية جديد يستمد أسسه ومضامينه من الدستور وخاصة البعد الجهوية والإقليمية للتنمية وأسس الدولة الاجتماعية في لقائه أمس بوزير الداخلية خالد النوري شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة حماية المؤسسات التربوية وحماية التلاميذ داخل هذه المؤسسات وفي محيطها كما أكد أهمية تكثيف الجهود لتأمين المواطنين في كل مكان وخاصة التصدي للمضاربين والمحتكرين ولغلاء الأسعار مثلت وظائف المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تحقيق الاندماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى جانب مجلس وبالشعب محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس برئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي وتناول اللقاء المحاور الكبرى لمشروع القانون الذي أصدر رئيس الدولة تعليماته بأعداده في أقرب الأوقات والمتعلق بمنح صفة الجماعة المحلية للمجالس المحلية والجهوية التي انبثقت عنها مجالس الأقاليم كما يتيح ذلك الفصل 133 من الدستور إلى جانب تخصيص منحة حضور مجزية لأعضاء هذه المجالس للقيام بوظائفهم في أحسن الظروف قرر مكتب مجلس وبالشعب في اجتماعه مساء أمس عقد جلسة عامة في دورة استثنائية يوم الجمعة القادم للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات وبالاستفتاء كما قرر المكتب توجيه مراسلتين إلى كل من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لطلب إبداء رأيهما بخصوص مقترح القانون تستضيف تونس اليوم وغدا دورة الأولى من المنتدى المتوسطي لإزالة الكربون ومحوره سبل تخفيض انبعاثات الكربون السياسات الوطنية المتبعة في هذا المجال ويعمل المنتدى الذي تنظمه وكالة التحكم في الطاقة بشراكة مع منظمة الأعراف وعديد الهيكل الوطنية والشركاء الدوليين والإقليميين يعمل على مساعدة المؤسسة الاقتصادية على وضع آليات للتقليص في كثافة انبعاثات الكربون بحلول سنة 2034 تعيد وزارات التربية والأسرة وشؤون الدينية بداية من اليوم فتح موقع التسجيل عن بعد لأقسام سنة التحضيرية بالنسبة إلى سنة الدراسية الحالية ويخص الإجراء مواليد سنة 2019 في المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال العمومية والخاصة والكتاتيب وتتم عملية التسجيل عن بعد عبر الموقع كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في وثيقة بعنوان مدارس بلا ما عودة إلى العطش عن أن عدد المدارس الابتدائية غير المرتبطة تماما بشبكات المياه يقدر بـ 527 مدرسة أي بنسبة 12% من إجمالي المدارس الابتدائية وأشار المنتدى إلى أن هذه المدارس المنتشرة في المناطق الداخلية والريفية يتم تزويدها بالمياه عبر طرق غير آمنة ومجهولة المصدر مثل الصهاريج والخزانات محذرا مما قد ينجر عن ذلك من مضاعفات صحية وأوصل منتدى بالخصوص بالحرص على استعمال الخزانات المائية في المدارس الريفية طبقا لمواصفة وزارة الصحة وتسريع النظر في المشاريع المعطلة لتزويدها بالماء الصالح للشرب أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس تراجع أسعار تلقيح الأنفلونزا الموسمية معلنا أن الوزارة اقتنت 280 ألف جرعة من بينها 40 ألف جرعة توزع مجانا في مراكز الرعاية الصحية وأضاف دغفوس أن حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية تنطلق في شهر أكتوبر المقبل في تونس إن شاء الله الحملة تلقيح الجديد بتبدأ نهار 17 أكتوبر وزارة الصحة كانت 280 ألف جرعة ونجبه كان نحتاجه نزيده 40 ألف جرعة من الجرعات عزوما يكونوا فما 40 ألف زادها لمشي يمشيوا رعاية صحية ويكونوا مجانا استعمالوا مجانا عند العباد المسنين واللي عندهم بعض الأمراض المزمنة من سهل حامل جدا أثناء الصوم أرخص مننا عمناول نذكره عمناول اللي كان سعر بين 45 و 47 دينار إذننا نذكره بالمناسبة للمرض الجريبرا ومرضي روسي والمضاد الحيوي للانتبيوتيك ما عندهم حتى داخل بعد الحالة إذا حالة تتعكر أنت على المريض المعدة عند الطبيب وقت الطبيب هو يقرر يعطيه المضاد الحيوي ولا ما يقررش نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين أهلا بكم من جديد في أخبار العالم نحو خمسمائة شهيد في لبنان جراء غارات إسرائيلية هي الأعنف منذ بدء المواجهة مع حزب الله وفرنسا تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لبحث الوضع في لبنان وتجنب ما قالت إنه حريق إقليمي مدمر للجميع التفاصيل في التقرير التالي مع مكرم الهدج 492 شهيدا وما يقارب الألفي جريح بينهم نساء واطفال ومصعيفون حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وشرقه وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان المسامس وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض في مؤتمر صحفي إن الغارات استهدفت مستشفيات ومراكز طبية وصيارات إسعاف من جانبه أعلن وزير التربية اللبناني عباس الحلبي تعطيل المدارس والجامعات اليوم في جميع أنحاء البلاد وقررت السلطات فتح المؤسسات التعليمية لإيواء النازحين جراء أعنف قصف إسرائيلي على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 وفي حصيلة أعلنها مساء أمس ذكر جيش الاحتلال أنه هاجم ما يفوق ألف هدف تابعا لحزب الله في جميع أنحاء لبنان مشيرا إلى أنه نفذ أكثر من 650 غارة خلال 24 ساعة هذا وتتواصل والرشقات الساروخية صباح هذا اليوم من جنوب لبنان باتجاه الجليل والجليل الأعلى فيما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 20 صاروخا من جنوب لبنان تم اعتراض بعضها وسقط بعضها الآخر في مناطق مفتوحة وأمام هذا التصعيد الخطير أعلن وزير الخارجية الفرنسية الجديد جونويل باغو أن بلاده طلبت عقد اجتماعا طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لبحث الوضع في لبنان وقال الوزير أن فرنسا تدعو الأطراف وأولئك الذين يدعمونهم إلى وقف تصعيد وتجنب اندلاع حريق نقليمي سيكون مدمرا للجميع بدءا بالسكان المدنيين من نجهته أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوتجاريك أن المنظمة الدولية تلعب دورا مهما لخفض التصعيد في لبنان لكنه أكد أن الأمر يتطلب إرادة من القادة السياسيين مشيرا إلى أن الدول الكبرى لا تفعل ما يكفي لوقف هذه الحرب وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة أسفرت عن استشهاد 23 فلسطينيا في قطاع غزة واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوة الاحتلال في بلدة طمون جنوب طباس بالضفة الغربية المحتلة وفق ما ذكرت قناة الأقصى الفضائية من جهتها قالت كتائب شهداء الأقصى إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوة الاحتلال المقتحمة لمخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس بالأسلحة الرشاشة وبالعبوات المتفجرة وفي جنين اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوة الاحتلال في بلدة اليامون حيث فجرت سرايا القدس عبوة الناسفة في آليات الاحتلال في غضون ذلك دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد النهيان إلى وقف اطلاق نار دائم ومستدام في غزة والإفراج عن المحتجزين سبع صباحا واثنة عشرة دقيقة بتوقيت تونسة سبع صباحا واثنة عشرة دقيقة بتوقيت القدس المحتلة هكذا النص المسمعين الأكريم إلى خاتمة هذا الموعد الأخباري أمنه لكم شهاب الحجلوي وأخرجته إذاعيا ألف بشير ومرئيا عمر جبالي وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عنوين وقد جاء في هذه النشرة رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة حماية المؤسسات التربوية وحماية التلاميذ داخلها وفي محيطها جلسة عامة بالبرلمان في دورة استثنائية يوم الجمعة القادم للنظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات وبالاستفتاء تونس تستضيف اليوم وغدا دورة الأولى من المنتدى المتوسطي لإزالة الكربون وفي العالم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى حوالي خمسمائة شهيد وأكثر من ألف وستمائة جريح وفرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الأوضاع في لبنان شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعين الكرام المشور متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد متابعة رائقة للجميع إلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى